اشتركوا في القناة والبحرين والهند والتي تجلت في التمازج الحضاري والثقافي والتبادل التجاري واستنادا إلى هذا التاريخ العريق الممتد نمت تلك العلاقات بشكل متسارع في بداية القرن الماضي وشهد العام 1971 بدأ التمثيل الدبلوماسي بين البلدين الصديقين تاريخ العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية الهند يشهد على قوتها وتميزها عبر مسيرة اتسمت بالاحترام المتبادل وتغليب المصالح المشتركة فكان حرص الجانبين على مواصلة تلك المسيرة والارتقاء بها حاضرا وشكلت زيارة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة وصاحب السمو رئيس الوزراء وصاحب السمو ولي العهد إلى جمهورية الهند شكلت أرضية صلبة ودافعا قويا لتحقيق الهدف المنشود بتمتين التعاون في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة ويأتي حرص البحرين على مواصلة تنمية آفاق التعاون والتنسيق مع جمهورية الهند للبناء على الرصيد الحافل من العلاقات بينهما وتقديرا من المملكة للمكانة الهامة التي تحتلها الهند بصفتها دولة آسيوية لها ثقلها الآخذ في التنامي في محيطها الإقليمي والعالمي وتتميز العلاقات البحرينية الهندية بالتساع وتنوع مجالات وأطر التعاون في ظل ما يمتلكه البلدان من إمكانات وموارد وقاعدة اقتصادية واستثمارية زاخرة بالفرص الواعدة شكلت منطلقا نحو مزيد من توثيق عرى التعاون الثنائي هذا وأسهم إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند تطورا بارزا في إطار توطيد العلاقات الثنائية إذ حلت اللجنة بديلا للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتقني لتكون أكثر شمولا لكافة مجالات التعاون الثنائي وأبرزها التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي وغيرها من الأطر ولا يزال التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية الهند يستوعب المزيد من المجالات التي تدعم منظومة هذا التعاون وتعزز طبيعة العلاقات المتميزة بين البلدين فالأبواب مفتوحة للتعاون التجاري والاقتصادي الذي يربط بين البلدين خاصة وأنه يستند إلى بعد تاريخي وتدعمه مقومات محفزة له وتؤدي الجالية الهندية دورا مشهودا في البحرين من خلال إسهاماتها في تعزيز وتيرة التنمية في المملكة منذ عقود طويلة ولا سيما أنها تتمتع بكامل حقوقها الاجتماعية والتجارية والحرية الكاملة في ممارسة عباداتها وشعائرها كما أن لها الحق في عضوية الجمعيات المهنية وانتخاب ممثليها في المجالس البلدية فأصبحت ضمن النسيج الوطني للبلاد